اشتركوا في القناة اليوم ما نتأمل كيف بسر العهد القديم كله بسر شعب الله وبكل حركة شعب الله وديناميته نحو بانتظار المخلص الالهي شو كان عبي يختبر هيدا الشعب شعب عهد القديم الله أحبائي منذ التكوين وعد آدم بمخلص من بعض السقوط إذا بنتذكر كلنا النص بإلا الله للمرأة وللرجل من بعض سقوط وأجعل عداوة بينك وبين للحي بالأحرى عداوة بين نسك وبين نس للمرأة وبإلا للحي هو يسحق رأسك وأنت ترصدين عقبه مين بده يسحق رأس الحي أحبائي مين بده ينتصر على الشر مين قادر ينتصر على الشر البشرية كلها مقفل سه الناس إمكانياتهم سفر أحبائي قدراتهم سفر وضعنا ما يقوس منه يأس كامل مطبق ومطلق ما في أي منفذ الخلاص ولكن منذ التكوين أحبائي كان عنا الوعد بمخلص الوعد بمخلص رح يجي ويحرر الإنسان ويعتق منه عبودية الخطيئة ويطلقه لنور النعم الإلهية اللي بده تتحرر فيه وتجدد فيه سمات الصورة الإلهية أحبائي هيدا اللي عمله يسوع المسيح هيدا الوعد الصادق هيدا الوعد الصادق وعد كلمة الله الوحده صادق وما تصدقوا ولا وعد عوجة الأرض صادق إلا هيدا الوعد ما تصدقوا وعود الناس ما تصدقوا وعود الرؤسة ما تصدقوا وعود السياسيين ما تصدقوا وعود البشر كلنا وعودنا كاذبة وحده يسوع المسيح هو الوعد الصادق وحده أحبائه هو الوعد الصادق الإجا في ملء الزمن مولود من عزراء بملء الزمن مولود من عزراء تيخلص تحت حكم الشريعة تيخلص اللي هني تحت حكم الشريعة إبل هو يكون هو سيد الشريعة هو رب الشريعة هو رب السبت قبل وارتضى يكون تحت حكم الشريعة وتحت حكم نهار السبت أحبائي نيوم يسوع المسيح كلمة الإلهة عم بيعلمنا وعم بيدلنا على طريق وكيفية الرجا والانتظار أنه ننتظر خلاصه ننتظر أنه وجه يشرق علينا ننتظر لبسة إيده اللي أكيد جاي اللي أكيد رح تخلصنا اللي أكيد رح تحررنا اللي أكيد رح تدمر الشر كله بحياتنا وتنبع أنوار جديدة من ظلمات حياتنا من نور وجهه الإلهة العم بشع نور وحياة لكل واحد منا والله معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر